بعض مناطق الكويت كانت اليوم على موعد مع انقطاع التيار الكهربائي لكنه سرعان ما عاد بشكل تدريجي فيما أوضح وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري في تصريح للراي أن سبب انقطاع الكهرباء يعود إلى فقدان 1860 ميجاواط من محطة الصبية وقد تلقت الإدارة العامة لإطفاء بلاغات عدة جراء القطاع التيار خرجت من محطة الصبية عدد من الوحدات وكانت تحمل 1860 ميجا ونتيجة لفقدان هذه الطاقة وكحماية لمكونات الشبكة الكهربائية المحولات الرئيسية فصلت الخدمة عن بعض المناطق والـ 1860 ميجا هي كانت تشكل تقريبا 18% من إجمال الأحمال والشبكة الكهربائية استطاعت خلال فترة وجيزة أن تستوعب هذا النقص من خلال تشغيل وحدات أخرى في محطات أخرى وخلال 50 دقيقة عادت الخدمة إلى جميع المناطق ترجمة نانسي قنقر